السلام عليكم ليشاف معاكم الشاف وعليد نساء الله لكم كامل بخير وساحتكم لا بس رجعت لكم اليومالي بهذه الوصفة اللي يسموها كسرة الرخصيس ولا كسرة الرخصيس قلني اقولها كسرة واحدة دو كل اليوم جمتلكم على طريقة الشرق اللي هي طريقة قسنتينة تبعوا معي المقادر وطريقة التحضير على بالي بلاح تعجبكم بالبزاف كما قلت لكم هنا يا أول حاجة نقوله بسم الله نبدأ بالمقادر عندي 600 قرام تاعة دقيق يكون موين اللي هو سميد متوسط خديت هنا قريب خمس ملاعق أكل الحليب ملاعقة أكل زبدة ملاعقة أكل سمن اللي نعرفوه ملاعقة أكل سكر شوية سانوج الملح عندي ربع ملاعق أكل زيت وشوية خميرة كيميائية دوك هدوهما المقادير نح نديروهم إن شاء الله في الكسرات التانية نهر اليوم أول حاجة نبدأ بها نوضع دقيق تاعي في جفنة ولا كل واحد شي يقولها هني حبكم كامل تقولوا لي في كومنتر انتم ما وش تقولوا الكسرة هذي أسكر رخصيس ولا رخصيس ولا كسرة أفطير احنا كو قولوا لها كسرة أفطير مياه دوبتار اليوم على طريقة الشرق ونوضعها في الجفنة هنا يوضعت ربع ملاعقة أكل تاع الزيت ما هديك ملاعقة أكل تاع السمن هم يديروها بسمن أنا تعلمتها من عندهم نها رح تقصم ضينا سبتم بليك الكسرة هم يديرو لها السمن ستقوني بلي واحد تتوقي يجي فيها تقول شاركوا تاكلوا في هدو في البراج وحد البنة لازم تتصيوها بش تعرفوه مش كما احنا في ألجي نديروها نوضعت فوقها ملاعقة أكل تاع السكر ملاعقة قهوة تكون مع مرة ملح تاع الملح شوية تاع السانوجة نحب تنديلها السانوجة وما يديرو حبت الحلاوة وحلا مش تحبو تديرو لا ديرو لا المهم ندلتها هكذا وضعت فوقها شوية سانوج ودرت شوية هدو أكل الحليب يقول لكم خمس ملاعق أكل تاع الحليب هنا الحليب يمدلها تانيك دوقا رائع ويقعد يحافظ لها على الطارة واتحها وتجي مقرمشها من البرة والداخرة تجي طرية دوق هنايا نبدأ نبسس فيهم بسست معلو الزيت هدك السمن مع الزيت مع هدك تقيق بدار مدفوقهم هدوك المكوينة اللي قولت لكم عليهم وبخلطهم ملح بدرت هنايا قريب نصف كيس خميرة كميائية ما تكتروش خمس قرامات يكفيوكم بش تجي لنجل إحمرار وسكورتاني يقدر تجي لنجل إحمراء شابة واللون تحيجي شباب دوق هنايا نبدأ نطم بالماء الماء ما رحش ندير كاس كامل بدأوا تديرو غير بالعقل ساديبوا إلى دقيقتاكم يشرب لكم الماء بزاف ولا ما يشربش كامل الماء دوق قابل تديرو كاس كومبلي معمر وتقدروا تديرو أقل كيما أنا اليوم دقيقتاعي ما يشربش بزاف الماء سافي كاس غير ربع يكفييني دوق هنا بديت نبس سبيل دي هاكده وراني ندير في الماء هاكده وندير في الماء حتى تنطم لي العباة ستاعي كيما رأيكم تشوفونا يعني بديت نطم في العباة ستاعي بدأت نطم لي بالماء مدرش كاس كامل دهت كاس غير ربع قل لكم كل واحد وكيفاش مجيكم شطرية بزاف ومجيكم شابسة دوق العجينة كنت عارفوا كامل ديرو الكسرافطير دوق هنا يلقى ممتحة يقعد هو نفسه درت ملاقة أكل الزبدة لحتمدلها قاوة ملح لون شباب وتقعدوا حت طاراوة وتجيو حد الريحة الزبدة هنا كي يضيفوها لعبال يبليح تحسوا الفرق كي تديروها كي ما تديروها درتها هنا في الواسط وما عجنتها ما زال خليتها لداخل الزبدة في الواسط نقطيها بسربيطة هكذا ونخلوها ترتاح مدة 10 دقائق كي جوزولي 10 دقائق تشوفوا معني في الفيديو كي جوزولي 10 دقائق كي ترتاح الزبدة تشرب لي ملح ما تصيبوها شي يبصى لا تصيبوها ملحة لا تقعدوها في الماء هنا نبدأ نعجن فيها تقريبا وقلو 3 دقائق ما تحجنوها بزاف ثلاث دقائق كي نضمنا الزبدة تانية وثانية كي لا تفتحوا يد تفتت تضموها ملحة سيضلكوها ولا عركوها تقريبا 3 دقائق لا تقريبا نكمل الزبدة تانية ثلاث دقائق ونعود نرجع لكم هنا هذه الطريقة قريبا نحن قد قربتها تقريبا ونعود لها جميعا لا تقريبا لم تتفتحوا فيها لا تقريبا لا تقريبا هنا قسم العجينة عيني ميزاني يكون المقدارين للعجينة للزوج نفس البواء تقريبا يجيكم 500 قرامل الوحدة كبس كيفزن هذه العجينة كاملة سبتها كيلو وخمس قرامات سوف يجيكم رطل لابات كل واحدة جي فيها رطل هذي رطل وهذي رطل نحكم نابات دوائرة هذيك ونبدأ نعجن فيها قدت شوية تفارينة ونصق ليش مع البلوند وضرباي اللي حبي دي الشكل الضائري ما يعرفش أنا خصوصا نتكلم مع المبتدئات ما نحن نهضر مع الأمهار اللي يعرفوا بيانسير مع جداتنا مع لي يعرفوا يديروا كسرة في طير كايني ما يعرفش يدير كسرة في طير ما عادي ماشي يعيب دوك هنا نفتحواها كداب الحلال ما سي وما شغل دوروها ودورو 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 بش ديكم شكل دائري كايني ما يعرفش يدير شكل دائري إذا ما عرفتوش ماشي يعيب وش نديروا نحكم أنا صينية كانت عني صينية مدورة هكذا القطر الاتحادو كنكيلكم 29 سنتيمتر قطر ديالها 29 سنتيمتر حطيتها فوقها ديت شوية فارينة بش ما تلسق ليش ديت شوية فارينة وضعتها ديك الخبزات تاعي وبدأت ندلها هكذا فليقوتي بش ديني كامل سطح واحد كم يقولوا ديني كامل الحواشي ديالها مدورة مديش ديها مدورة خرجها ديها تطالعة شغل اللي يجو فيها هذوك شغل مديش شابه هناليا درت الشكل ديالها ضائري قطر شباب ديت لها ديك صيني دحتها شوية فارينة قبل ما نفتحها هكذا بش كين نرفضها ديالها باتتيعي جيني سهلة نرفضها بيت دينة فتحو برقبليك فالكوتي جبدوها شوية بالموس ورفضها بيتكم معادي تقعد محافظة لشكلها الثاني وضعت بعض الزيت الزيت من الفوق زيت زيتون لأي زيت تحبوا تحبوا تديروا زيت زيتون الأمر يقعد لكم هنا نبيكيها بفرشيطة لكي نطيبوها تنفسنا وطيبنا من الداخل هنا قيلت لكم هذه السينية لكي ما قلت لكم 29 سنتيمتر القطر دياله هذه هي ترى الطهر فيها اخبرتها بيضي اخبرتها كأيرا ورأتها بالضع طاجينكي أو المقلاة تعمل ومن لكم تقللتها في الطاجين ونجد المنزل تكون متوسطة لم يكن غير ونحن كنت تعرفون تم قلل المنزل تقلل هنا اشتركوا البوخار عاود تقبتها كامل من فوقها حتى يخرج كامل هذا البوخار اللي يكون من تحته انا غير ما اطيب لي انا كنت شد تيليفون عايت لوالدة قلت لها ادوري لي الكسرة هادية باش نغشة تيليفون واندوره ما نقدرش انا دورت لي الكسرة فطير هادية ولا الرخصيس ولا الرخصيس كما قلت لكم كل واحد شي يقول له وبديت هكدايا من فوقها كش حاجة تحت طبولة بدأوا اديروا لها هكدايا باش تطيبلكم من لحظة تانيك واجيكم اللون تحاش باب دوك هكدايا سهلة باشي كامل صعيبة وهديك السبدة والسمن يطول هاد دوق مميز نكمن طيبها كامل دوك تشوفوا معي هنا كي طيبت اللولة بنفس طريقة نزد ندير الخبزتاي التانية من نحيها مصيرو فهنا نسرع لكم شوية الفيديو باش ميجيش الفيديو طويل دوك تابعوا معي وكمن نفس الخطوات انا هادية كي كملتها دلت لاشوية الزيت من الفوقات كيف 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 كمال الاولى برك نقلكم عن شوية الزيت هادية باش ميجيش الفيديو باش ميجيش الفيديو باش ميجيش الفيديو طاجين زجائبا ، باش كيف فهمكم الزهد الذي غريبا باlins ميجين الفك Live هادية الاصبوت لا ينقي فيها الزيت ينتظر في ذلك الزيت المنطقة غير الطالب قرارها جدا فستوتها BK Horchett و أفض prueba النظر و الأ executive render كله هادية السيطس نجد تعود من نعمper حمروها كما تحبوا انتوما تحبوا تحمروها بزاف تحبوا تحبروها شوية انحبها هكدايا من فضر يحبوا يأكلوها كامل هكدايا وهذه الطريقة رح نريد نعتمد عليها بس كسمن من دلها دوق مميز وهذه الزبدة ثانيك نريد نقصد كسلاف تيرتائي بهذه الطريقة على طريقة الشرق عجبتني بالبزاف ممتانة الجزائر مليحة تلعاصمة من هذي عجبتني اكتر وهذي يهدر لفيريتي ذو كان هنا كما يقولوا نقصد كسلاف تيرتائنا على ثمانية مرسوبات تكسيوها جربوها مع شربة بيطة تقدروا ترافقوها مع شربة لوبياء مع شربة حمراء تعنيك اي وصفة كما تحبين ديرها لكم قولوا لي في التعليقات هكدا باش نشوف التعليقات تاعكم ونشوفوش اكوا حابين نقدم لكم كوم رؤسات ذو كان هنا يراني وصلت اخر الفيديو مقاليا نقول لكم شوفو كيفش نقصد مرسوب براك تشوفوش حل جات طارة واتحة بالزاف مليحة نقول لكم اذا عجبتكم الوصفة تالية اليوم بتنسوش تخلوه لي جم وتديروا بارتاج للفيديو هكدا باشتاعهم الفائدة بين الناس ولا اول مرة تشوفوا القانت التاعي اشتركوا في القانت فعلوا بجارس كنحطو وصفة جديدة توصلكم اشعار الوصفة مقاليا نقول لكم اطهلاوا بالزافر وحديكم في وصفة اخرى عن قائب مع السلامة اشتركوا في القناة